عجبني توصيف الشخصية الأهلوية أنه ده التراكم لخلق مكونات الشخصية الأهلوية أه طبعا أه طبعا حذك خلينا أقف مع الرئيس الأول اللي أنت شرفت بالعمل معه كابتن صالح سليم تمام ذكريتك وفكرتك وصورتك واجتماعات كابتن صالح أنت بعد السنين دي كلها بتشوفها إزاي لا طبعا كابتن صالح أنت ترسيخ جزء من شخصية النادي الأهلي ويعني في حاجات معينة أتذكر قوي أول جلسة وأول حاجة طبعا أنا قعد مرعوب في وسط الناس فطاحل أه فطاحل والمجلس ما شاء الله كان حاجة ممتازة وحاجة جميلة ولما كابتن صالح ييجي ويقولك في أول حاجة ألف مبروك يا سادزة وأنا وي 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 لكن أنا بس فندية بحاول بفكركم أن حضرك عضو مجلس إدارة جوه الأوضة دي بس برا الأوضة حضرتك عضو زيك زي أي عضو ده الدرس الأول على فكرة وأقل من أي عضو لأن أي عضو من حقه يعترض ومن حقه يبدي استيهاؤه أنت مش من حقك لأن أنت اللي بتاخد القرار فحضرتك عضو مجلس إدارة هنا بس ده درس أول درس خدته وأول درس اتعلمته على التراويذة مع كابتن صالح بعد كده الكابتن صالح كان مميزة لكن درس كبير طبعا يعني حتى دي مقولة مهمة لأنه حتى أعطاء الجمعية العمومية دلوقت مع السادة المرشحين إحنا ليه ما بنشوفكوش إلا أيام الانتخابات لأنهما مش تنفيذين فكان الكابتن صالح يقولك أنت المفروض ما تشوفنيش أثناء الدورة أنت لازم نشوف التنفيذيين إحنا مش تنفيذيين وده الخلط اللي بعض الأعضاء بيجي عند بعض الأعضاء ما بين دور عضو مجلس الإدارة ودور التنفيذي بالظبط يمكن الناس ده خلط شوية إحنا بنتواجد وإحنا أعضاء وبنيجي لكن زينا زي بقيت الأعضاء أنا من حق أن أنا أدخل أدخل لو عايز أمارس الرياضتي لو عايز أعود أتغدى أو أتعشى لو عايز ولادي يلعبه أنا زي زي أعوده من غير أي مميزات ليا أو لولادي فيما عدا ذلك أنا ما بتدخلش قراراتي أرائي جوة القضة دي جوة قضة النادي الأهلي ودي يعني دايما يعني الناس بتشوف أنها يعني أو بتبصلها بصة كبيرة لأنها يعني ليها قدسيتها وليها هبتها هبتها وليها أهميتها وقرارات تاريخية بتخرج منها عشان كده ليها احترامها دايما اللي الناس بتبصلوا وليحنا سواء الناس الموجودة أو اللي جاء إن شاء الله لازم يحافظوا عليه أنت لا ده كمان أنت حالاك قلت درس تاني مهم أنه عضو المجلس ملوش الحق في بداء أراءه يعني يمتعد من حاجة أو يفرح بحاجة أو يشيد بحاجة لأنه صاحب قرار لا طبعا أولا عضو المجلس حضراك خلينا نقول إيه إن فيه أيا كان القرار اللي اتاخد قرار اتاخد بشأن فرع بشأن فرقة بشأن أي حاجة القرار ده قد يكون أنا موافق عليه جوة المجلس قد أكون ضد القرار لكن لما صوتنا طلع الأغلبية مؤيدة للقرار فالكل مع القرار بخرج برة أنا أول واحد بدفع عن القرار يا جماعة وجهة النظر كذا كذا وإحنا شايفين كذا ما هوش زي ما الناس ما بتقول أصل ده شغل بغبغانات لا ده شغل حفاظ على مكانك وعلى بيتك وعلى النادي الأهلي حضراك لو حضراك بتاخد قرار حضراك وولادك مثلا اشتري حاجة خارجين خروجة حتى أي حاجة مجرد أن الأغلبية عايزة تاخد القرار ده ما بنطلعش كل واحد بيقول لا أسانا كنت مش موافق أسانا لا كله موافق وكله مساند للقرار وحتى ما قبل القرار يا أستو أبراهيم يعني أنا بيحضرني في الاتجاه ده وحدك بتقول أنه عدو المجلس ملوش أنه يعبر عن أراء العامة فيما يخص النادي وشؤونه بالمطاع أنا مرة تقريبا يمكن في 97 كان هولمان المدير الفني وكان فيه صخط إعلامي كبير وصحفي عليه كابتن صالح يجدد له وقتها قبل ما يجدد له مرة في حوار معه بسأله أنت رأي حالك في هولمان يا كابتن قال لي مليش رأي رأي جوه فبصت أنا قال لي أنا بتاع كورة أنت حتستغرب أن أنا أقولك مليش رأي فيه أنا رأي قرار بالزبط كده أنا رأيي قرار وده كان درس مهم يعني أنك أنت في سيستم النادي لالي قال لك أنا لو قلت دلوقتي أنه مدرب كويس يبقى لازم أنا عاد عطر بيزا خلاص هتتأثر بالزبط وعلى فكرة هو كان آخر أو لو قلت أنه وحش على فكرة ودي من المورسات برد يعني كابتن صالح كرئيس كان آخر واحد بيتكلم ويبدي رأيه كابتن حسن نفس القصة كابتن محمود المهندس محمود طاهر نفس القصة رؤساء النادي اللي اشتغلوا مع الكابتن صالح مع الكابتن صالح اتعلموا القصة دي رئيس النادي آخر واحد بيتكلم عشان ما يقصرش بعد ما يسمع الكل عشان ما يقصرش عشان ما يقصرش على الناس فما بالك بكلامه قبل الجلسة وفيه قرارات على فكرة اللي الناس ما تعرفوش فيه قرارات كانت بتطلع على عكس هو رئيس صالح وهو كابتن حسن والمهندس محمود وكابتن محمود لكن هما كانوا أول ناس بيطلعوا وبيدفعوا عن القرار ده وما بيقبلوش ان حد يعترض عليه بس فده ده بقى المورسات ده اللي الجديد بيتعلموا من اللي موجود فدي من الحاجات الأسسية ومن الحاجات اللي اللي رسخت شخصية النادي الاهلي وشخصية الاهلوية الشخصية الاهلوية الاهلوية